الله بسم الله الرحمن الرحيم الصناعة الأخرى اللي راح نبدي بيها اليوم هي صناعة الهكسامثلين تيترامين اللي نسميه بالهكسامين عادة فعادة ينتج الهكسامثلين تيترامين حسب المعادلة التالية الأمونية مع الفورمال ديهايد راح ينطيني الهكسامين أعتقد هناك غلط بالمعادلة C6CH2x6N4 يفترض أنه تصحح الهكسامين هو C6CH2x6N4 زائد 6 جزيئات ماء والتفاعل يكون باعة الحرارة راح ينطيني 28.2 كيلو كالوري عادة هذا التفاعل يجري بدرجة حرارة بين 30 إلى 50 مئوي عد بي اتش بين 7 إلى 8 لأن الظروف الحامضية ما نقدر نروح إلى ظروف حامضية عالية بسبب أن الظروف الحامضية تفقق حامض الفورميك وCO2 يتفقق الهكسامين بدرجات الحرارة التي تكون أعلى من 50 مئوي وعادة الهكسامين ينتج أما بنظام أما بنظام الوجبات أو بنظام المستمر ماكو مشكلة يعني كل النظامين يمشي بي فنشوف التركيب هو تركيب مثل الصندوق عندي هكسامين ميثلين 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 يسمى بالهكسامين ميثلين 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 ليش لأنه تحتوي تقريبا 46% من وزنها نايتروجين إذا نشوف هذا اليوريا NH2 CW.O NH2 من نحسب كمية النايتروجين كوزن جزائي ضمن هذا الوزن الجزائي لليوريا كله راح نشوف نسبة النايتروجين 46% وهي نسبة عالية جدا في مركب عضو صغير لذلك هو راح يكون ممتاز كسماد يستفاد من عند النبات فعادة عندما نستخدم الكسماد راح يتحول إلى الأمويوم ومن ثم إلى النترات والنترات هي اللي يستفاد من عند هالنبات يقدر يمتصى يعني مو اليوريا هي الشكل المتاح للنبات لح اليوريا راح تبدي تتفكك وتنطيني آخر شيء النترات والنايتريت بحيث هو هذا اللي ممكن يستفاد من النبات عادة الانتاج الصناعي اليوريا يجري بتفاعل الأمونية مع ثاني أكسيد الكاربون NH3 مع ثاني أكسيد الكاربون ويكون تحت الضغط لتكوين الكاربامات الأمونيوم هذا المركب نسميك أمونيوم كارباميت كاربامات الأمونيوم اللي عادة يتفكك بسهولة وينطيني اليوريا زايدا المواي وعادة الأمونية وثاني أكسيد الكاربون الغير متفاعل راح يرجع سايكلك مرة ثانية يعاد استخدامهم مرة أخرى التفاعل الأول راح يكون هو تفاعل بعث للحرارة بينما التفاعل التفكك الكارباميت إلى اليوريا والمواي هو تفاعل ماص للحرارة بالحقيقة هناك العديد من العمليات والتقنيات المستخدمة في العالم لإنتاج اليوريا فعلى سبيل المثال أول واحدة ممكن تكون هي عملية ديو بونت وديو بونت مشهورة كشركة عملاقة هذه العملية تتميز بأن تكون عندها كفاءة تدوير عالية لكل من CO2 و NH3 غير المتفاعلين يعني ما راح يصير عندي ضياعات بالمواد الأولية أطلاقا وتتم هذه العملية بمحلول مائي راح يكون استخدام محلول مائي بعملية التدوير والمفاعل يكون مبطن بالفضل عملية البيكني هذه تتميز بحدوث التفاعل تتميز بحدوث التفاعل في وسط زيتي التفاعل ديو بونت كان في وسط محلول مائي البيكني لا يكون في وسط زيتي ويتم إعادة ال NH3 و CO2 غير المتفاعلين إلى وحدة التحويل اللي تكون هنا مبطنة بالرصاص ديو بونت كانت مبطنة بالفضل هنا تكون مبطنة بالرصاص العملية الثالثة نسميها بالستامي كاربون أو يمزولها بالDSM هذه تعتمد على استخدام CO2 لإزاحة الأمونيا غير المتفاعل يعني يضخون يستخدم CO2 نفسه بأنه يطلع الأمونيا غير المتفاعل من المحلول ومن ثم يتفكك الكارباميت إلى اليوريا العملية الرابعة يسمونها بالالايد كيميكل أو CPI هنا تعتمد على أساس تدوير الأمونيا المفصولة من التيار اللي يجيلي من بره من خارج المفاعل يعني بواسطة المونو إيثانول أمين بواسطة المونو إيثانول أمين اللي يمتز غاز ثاني أكسيدي الكاربون ويعيد تدوير غاز الأمونيا المفاعل إذا نتذكر واحدة من طرق التخلص من CO2 كان استخدام مونو إيثانول أمين لما حتنا بالإنتاج الأمونيا فهذه الطريقة عملية ألايد كيميكل اللي يرمزولها بالCPI تتميز بأنه يستخدم المونو إيثانول أمين اللي يمتز CO2 ويعيدون تدوير غاز الأمونيا إلى المفاعل التقنية الأخرى تسمى باليوريا الحرارية ثيرمويوريا بروسس هذه تابعة إلى شركة يسمونها شركة كيميكو وشركة معروفة عادة تستخدم الضاغطات المركزية هذه نسميها ضاغطات مركزية سنتر فيوجل كمبريسر ليش مركز؟ يعني من سنتر فيوجل أنه يصبح مثل حركة دورانية فالإنلت يدخل بهالشكل هذا ورح يكون بحركة دورانية بهذا الشكل ويستمر إلى أن يطلع بالأوتلت بايبس بهذا الترتيب فتستخدم هذه العملية الضاغطات المركزية اللي نسميها سنتر فيوجل كمبريسر حتى تدور لغاز ثاني أكسيد الكاربون والأمونيا وبخار الماي إلى المفاعل وعادة يمرر التيار اللي يطلع من المفاعل إلى وحدة الفصل حتى تفصل لي الغازات عن الكاربامات اللي ترسل إلى وحدة التفكك حتى تكون لي اليوريا أما الغازات المفصولة فترجع إلى وحدة نسميها وحدة الانضغاط حتى يعيدون ضغطها إلى المفاعل ويرجع كسايكلك مرة ثانية الميزة اللي شايفينها ما أعرف اللي رايحين للشركة الصناعات الأسمدة أو اللي ماخذين يتعاملون اللي يمشتري مثلا كيس ما اليوريا وشايف اليوريا شون يصير دائما الصير عندي عملية تكتل جزء من السماد يكون على شكل كتلة هاي عملية التكتل لدقائق اليوريا بحيث تكون لي قطع كبيرة نسمي هاي العملية بالكيكينج كأنما كيكة جاي تصير عندي وهاي غير مرغوب بها أطلاقا فدائما هي في محط معالجات والمعالجات عديدة فأما يغطون الحبيبات اللي تتكون بطبقة من المضافات أو هناك بعض المعالجات الحرارية اللي تستخدم إضافة إلى المضافات اللي يستخدمونها أهم المضافات اللي تستخدم هي مثلا كبريتات الأمونيوم يستخدمون مثلا الأستلين دايوريا كاربونات الماغنسيوم السكر في بعض الأحيان يستخدم الفورمالديهايد الأسيتالديهايد أما المعالجة الحرارية فتكون أنه يمررون الصفائح والأقراص يعني مثل ما نشوف هنا أنا أمامنا يصير تمرير الصفائح والأقراص عبر منطقة مسخنة بدرجة حرارة أعلى من درجة انصهار اليوريا فكأنما يعني أنا شنو مسوي باليوريا صاهرها وأدخلها في منطقة تكون أعلى من درجة يعني تسخين مالتها أعلى من درجة انصهار اليوريا أعتقد 121 أعلى من 121 مياه أوي ويرش عليها صير عملية رش المضافات اللي تمنع التكتل بعدين ومن ثم يسقطونها يسقط من صهر مثل ما نشوف هنا يبدي يسقط من صهر اليوريا من أعلى البرج اللي يكون برج مرتفع يسقطونها من الأعلى فأكو إيرز اللي هو الهواء البارد يقابل من الأسفل فالش راح تسوي هذا تيار هوا بارد وعندي منصهرة على شكل قطرات صغيرة صغيرة من اليوريا فرح تبدي تتكتل وتتصلب وتنزل على شكل حبيبات هنا أنا أيضا العملية الكولينغ إير أو العملية التبريج بالهواء لازم تكون أيضا مسيطرة عليها بشكل جيد ما يكون تيارات كثيفة وكبيرة بحيث ممكن تأدي إلى هاي العملية مثل ما نشوفها بهذا الرسم والدقائق أصلا راح تنزل راح تنزل يعني مو دقائق صغيرة أيضا متكتلة إضافة إلى ضياعات من جانبين عملية إسقاط المنصهر راح تصير مثل الأبخرة من اليوريا فهذه راح تأذن يعني تكون مصدر ضرر كبير للصحة وغيرها بالنسبة للعاملين فكل ما يكون عملية امرار الهواء بشكل مسيطر واندر كونترول تحت سيطرة كل ما راح ينطيني أقل كمية ضياعات وينزل بفاين بارتكولز نسميها يعني دقائق بحجم صغير جدا عادة من تتصلب راح تسحب هذي مثل بيلت حزام فيسحب ويعبأ بأكياس ويروح إلى التسويق يستخدم معظم اليوريا اللي ينتج صناعيا كأسميدل اللي هي الفرتليزر أغلب اليوريا اللي تنتج بالعالم هي يعني الهدف الأساسي منعدها هو أسميدة كيميائية وأيضا ممكن أن ننتج منعدها راتنجات اللي نسميها راتنجات اليوريا فورمالدهايد من اليوريا فورمالدهايد مثلا أو بيتعمل تحوير اليوريا بسيطا ننتج الميلامين فننتج الميلامين فورمال ديهايد هذه بعض الأواني البلاستيكية وغيرها وهذه طبعا جدا مهمة هذه العملية تنتاج اليوريا فورمال ديهايد والميلامين لأنها تعتبر من ضمن العوازل في الكثير من الأجهزة الكهربائية مثلا النقاط الكهرباء هي عبارة عن ميلامين فورمال ديهايد أو يوريا فورمال ديهايد أيضا في بعض الأحيان اليوريا يضاف إلى الخشب والسليلوز حتى يضاف حتى يزيد من نعومة الخشب والسليلوز خاصة يعني لما يريد أصنح الورق وغيرها يضاف أيضا إلى الصمغ والجيلاتين حتى يقلل لزوجته فبعض الأحيان نحتاج تراكيز مرتفعة من الجيلاتين والصمغ إذا نخلي للماء راح يكون لزوجته كلش عالية ويكون عمليات الذوبان جدا صعبة لذلك يضيفون شوية يوريا إلى المحلول فيقلل اللزوجة ويزيد نسبة ذاعبية أيضا يستخدم بشكل كبير اليوريا في بعض الصناعات النفطية لفصل الهايدروكربونات اللي تكون ذات سلاسل مستقيمة مثلا يستخدم كمواد مؤكسدة اليوريا كمواد مطهرة في بعض الأحيان يستخدم مع الريزور سينول اللي هي نوع من أنواع الفينولات حتى يكوني راتنجات حرارية اللي يستخدمونها بالقولبة نسميها إذا تأخذون إن شاء الله الصناعات البوليمورية 455 راح تشوفون أكون نوع من أنواع الإنتاج للبوليمورات يسمونها بالقولبة مثل إنتاج الهياكل مع التلفزيونات والراديو القديمة هاي الهياكل أغلبها هي من مركبات اليوريا والريزور سينول فرمالديهايد والكثير من الصناعات الأخرى أيضا موجودة بعض الأحيان أيضا استخدم عوض عن البروتينات كغذاء للحيوانات مثل الماشية والأبقار لكن هنا لازم شنو يكون تركيزة محسوب جدا لأنه زيادة تركيزة بالنسبة باعتبارك كغذاء للحيوانات ممكن يجعله سام لذلك هنا لازم نكون دقيقين بالكميات اللي تعطى إلى الحيوانات الصناعة الأخرى هي صناعة الكحول المثيلي من الغاز الصناعي فمثل ما نشوف بالمعادلة اللي أمامنا أنه يصنع الميثانول من تفاعل أول أوكسيد الكاربون مع الهايدروجين بدرجة حرارة تقريبا بين 300 إلى 400 مئوي ويكون تحفظ ضغط 300 جو بوجود أوكسيد الخارصين أو أوكسيد الكروم أو ثمينهم سوى كعامل مساعد ونشوف المعادلة اللي تحضير هي مول واحد من أول أوكسيد الكاربون مع ثنين مول من الهايدروجين حتى ينطيني الميثانول طيب إحنا لو نرجح هو هذا الغاز الصناعي الغاز الصناعي بالحقيقة عندما ننتجه راح ينطيني واحد مول من السي او زائد واحد مول من الهايدروجين مو تو مول إذن شنو لازم نسوي لازم نجيب هيدروجين إضافي فلازم ننظم النسب المولية بالمفاعلات اللي نخليها بحيث يكون عندي ثنين مول من الهايدروجين إلى واحد مول من أول أوكسيد الكاربون وهذا شون نسوي عادة يمررون الغاز الصناعي أو غاز الماء مثل ما سمينا مع كمية إضافية من بخار الماء على أوكسيد الحديد اللي يكون عامل مساعد بدرجة حرارة تقريبا 300 إلى 400 مئوي فيحدث ما يعرف بتفاعل الانتقال اللي نسميه بالشيفت ريكشن اللي هو أول أوكسيد الكاربون زائداً أشتو أو راح ينطيني ثاني أوكسيد الكاربون زائداً مول من الهايدروجين فالغاز الصناعي بيه مول هيدروجين وهنا نحصن نمول من الهايدروجين فش راح يكون عندي راح يكون عندي ثنين مول ويمشي التفاعل لكن شنو صارت عندي مشكلة صارت عندي مشكلة أنه تكون عندي CO2 فلازم شنو أسوي لازم أتخلص من غاز CO2 لأنذا دخلنا أنا راح يسوي بيدي بمشكلة راح نشوف هو أكو طريقة لإنتاج الميثانول من CO2 لكن لما استخدم هذه الطريقة لازم يكون فقط هناك CO ما يكون CO2 فهنان حتى أزيد غاز الهايدروجين مررت بخار الماء على أول أكسيد الكاربون اللي موجود وأنتج لي مول آخر من الهايدروجين حتى يكفي لإنتاج الميثانول ولكن المشكلة اللي صارت أنه تكون عندي غاز ثاني أكسيد الكاربون CO2 اللي لازم أتخلص منه مثل ما شفنا بالمحاضرات السابقة عندنا سبعة وأكثر من الطرق للتخلص من ثاني أكسيد الكاربون بهذا التفاعل شفنا نحصنه على كمية إضافية من الهايدروجين والCO2 نتخلص من عنده بالطرق اللي شرحناها بالعمليات الحديثة لإنتاج الميثانول يستخدم الفضة أو النحاس المنشطة بأكسيد الخارسين أو الكروميوم أو منغنيز أو ألمنيوم فتتكون عندي نواتج عرضية مثل الداي مثل إيثر دائما في الإيثر أو كحولات أخرى لكن تكون بنسب قليلة مين تجي هذه دائما في الإيثر؟ نحن جاي نحضر ميثانول فالميثانول بوجود ككحول بوجود كمية من الهايدروجين إذا نرجع للمعادلة أنا عندي هايدروجين عندي موجود هايدروجين فبالكيمياء العضوية نعرف الكحول تومل من الكحول بوجود الهايدروجين يعني الحامض ممكن أن ينطيني الإيثر المقابل فالميثانول بوجود حامض ممكن راح يسبب لي عملية تكوين نواتج عرضية الميثانول شنو الإيثر المقابل مالته هو دائما في لأنه ذرة كربون واحدة من الميثانول فCH3 أو CH3 راح يتكون عندي ما نسميه بالدائما في الإيثر أو ممكن تتكون عندي كحولات أخرى ممكن صير عندي إيثانول شوية صير عندي ميثانول شوية بروبانول يعني بس بنسب جدا قليلة العامل المساعد عمره طويل نوعا ما يكون بين 9000 مع الشهر تقريبا فممتاز من هالناحية وبعض العمليات الصناعية مثل ما قلنا قبل شوية يستخدمون غاز ثاني أوكسيد الكاربون لإنتاج الميثانول بدلا من السي أو فهنا شنو راح يحتاج راح يحتاج نشوف ثلاث مولات من الهايدروجين حتى يطلع لي CH3OH وجزيئة ماء أغلب الميثانول المنتج يستخدم في صناعة الفورمالدهايد نشوف تقريبا 35 إلى 45% بالحقيقة يستخدم الميثانول حتى ينتج الفورمالدهايد الفورمالدهايد شنوه HCW.OH وهو المادة الأساسية في إنتاج راتنجات اليوريا فورمالدهايد الفينول فورمالدهايد كل هذه المنتجات البوليمورية الصناعية التي تدخل في صناعة القولبة وصناعات الهياكل وغيرها هي تعتمد بشكل كبير على الفورمالدهايد لذلك تقريبا بين 35 إلى 45% من الميثانول المنتج يستخدم في إنتاج الفورمالدهايد أيضاً ممكن تحضير يتعرض لدي مثل تيرفثاليات داي مثل تيرفثاليات أيضاً تعرفونا جداً مهم بإنتاج بعض البوليمورات للتيرفثالات ممكن يستخدم في إنتاج مثل مثل ميثا أكريليات وهو أيضاً بوليمور إلى استخدامات عديدة ممكن أنه يدخل في تصنيع مثل الأمن الأمينات المثل CH3NH2 CH3x2NH CH3x3N يعني مثل أمين داي مثل أمين ترايمثل أمين الاعتماد الكامل هنا في عملية صناعة هذه المركبات على الميثانول أيضاً لو أكسد الميثانول قلنا رح يتحضر الفورمالديهايد لو أكسد تبعد أكثر رح ينطيني حامض الفورمك أسيد ومن الفورمك أسيد ممكن أحصل الأستيك أسيد حامضة لخليك وغيرها إضافة إلى واحد من أهم الاستخدامات الكبيرة للميثانول أنه هو يستخدم كمذيب العملية الصناعية الأخرى نسميها بالهايدرو فورمالييشن بروسس الفورمالة الهايدروجينية يمكن أخذنا شوية من عندها في كيمياء النفط اللي أخذوا النفط هنا شوية رح نحكيها شوية بتفصيل أكثر مع أنه هي جداً بسيطة هذه شنو تعتمد للعملية هي طبعاً عملية صناعية جداً مهمة الهدف منها إنتاج الألديهايدات والكحولات الأولية فنشوف النواتج هنا شنو هذا هذا ألديهايد هذا ألديهايد طالما نتج ألديهايد ممكن الألديهايد أختزلة وأكون الكحول مثل ما رح نشوف بعد شوية إذن الهدف الأساسي من عملية هي إنتاج الألديهايدات والكحولات الأولية أمنياً من الألكينات فالألكين مع الغاز الصناعي سي أو زائد أشتو رح شنو تصير عندي رح تصير عملية إضافة كاربون إلى الألكين فهنانا واحد اثنين ثلاثة ثلاث ذرات كاربون عندي لبروبين لما أضيف لذرة كاربون شقد رح يصير لازم أربعة فواحد اثنين ثلاثة أربعة صار بيوتارالديهايد بس عملية الإضافة رح تصير عندي خيارات كثيرة السي أو هنا ممكن يدخل على رقم واحد على ذرة كاربون رقم واحد وممكن يدخل على ذرة كاربون رقم اثنين فإذا دخل على كاربون رقم اثنين رح ينطيني الآيزو بيوتارالديهايد هذا المركب إذا دخل على رقم واحد رح ينطيني النورمال بيوتارالديهايد فهنانا النواتج وعددها راح تعتمد على الالكين اللي راح نستخدمه عادة هاي العملية تستخدم الكوبلت كعامل المساعد وتكون بدرجة حرارة تقريبا بين 110 إلى 180 وتحف ضغط من 150 إلى 300 جو ومثل ما قلنا راح تضاف مجموعة الفورمالديهايد هاي نسميها مجموعة الفورمالديهايد راح تضاف إلى الالكين بهذا الشكل ومثل ما قلنا تعتمد النواتج على طبيعة الالكينات المستخدم فلو انتقلنا من البروبين يعني هنا استخدمنا البروبين شفنا انه طلع عندي مركبين النورمال بيوترالديهايد والايزو بيوترالديهايد كان عندي 3 ذرات كاربون أصبح 4 ذرات كاربون CO راح يدخل ضمن التركيب للهيدرو كاربون فرح يزيد عدد ذرات الكاربون للألكين ذرة كاربون واحدة ويتكون على شكل ألديهايد فممكن تدخل في أي ذرة كاربون للألكين هنا ماكو غير عندي برقم واحد ورقم اثنين إذا أقول مننا أن تدخل فهي هم رقم واحد يعني راح ينطيني نفس هذا المركب بس من الاتجاه ثاني فعادة الترقيم مالتيوين يكون ترقيم من الجهة اللي ينطيني للمجموعة المعاوضة أصغر الأرقام فسواء دخلت من هاي الجهة أو من هاي الجهة هي راح تنطيني نورمال بيوترالديهايد فهنا ننتبه إلى هاي العملية لو استخدمنا الكين أكبر من البروبين راح تنطيني عدة نواتج هنا أكثر بعد فلو نشوف هذا المركب واحد ثنين ثلاثة أربعة خمسة بنتين ضفنا للغاز الصناعي فالسي أو راح يدخل على البنتين شقد مفروض يصير عندي لشان خمس ذرات كاربون المفروض يكون عندي الناتج ست ذرات كاربون راح يتحول من البنتين إلى الضهايدات مال هيكسان فراح يكون عندي لو دخل على ذرة كاربون واحد نشوف هذه دخلت على ذرة كاربون رقم واحد فصار هيكسانال نورمال هيكسانال لو دخلت الـ CW1 اللي هي مجموعة الكاربونية لو دخلت على رقم اثنين راح ينطيني اثنين هيكسانال أكو إمكانية لا تروح على رقم ثلاثة بهذا الموقع فراح ينطيني الثلاثة هيكسانال هنا ننبي نفس الكيفية لو اجت على رقم أربعة هنا ما راح أقول أن تنطيني أربعة هيكسانال لا راح تنطيني بالحقيقة هذا نفس من أجواح ثلاثة أربعة فأنا لا رقم من الجهة تنطيني المعاوض أصغر الأرقام فهو نفسه لو راح على هاي الأخيرة فهو معناته راح ينطيني هذا نفسه إذن لما نستخدم البنتين راح ينطيني ثلاثة مركبات كأيزومرات للأولديهايد بهالشكل لما يجي لك سؤال مثلا بالامتحان لو أنطيك الهيكسان أو الهيكسين العفو أو الهيبتين فشنو أكو احتمالية دخول الأولديهايد على أي ذرة كاربون وتكوين أيزومرات يفترض نعرفها ونكتب جميع هالمراكبات اللي ممكن تصير عندي الكحولات تنتج بطريقة أوكسو بمرحلتين طبعا هاي العملية الهايدروفورمايليشن فاتني أنه أقول عملية الهايدروفورمايليشن نفسه في بعض الأحيان تسمى بالأوكسو بروسس ليش أوكسو؟ لأن مجموعة الألديهايد هذا مجموعة الكاربونيل ما الألديهايد باللغة الألمانية تسمى بالأوكسو لذلك العملية لأنه أدخل مجموعة كاربونيل على الألكين فهذه المجموعة هي تسمى بالأوكسو فممكن نقول هايدروفورمايليشن بروسس أو ممكن نقول أوكسو بروسسس فإنتاج الكحولات راح تتم بمرحلتين المرحلة الأولية مثل ما شفنا أنه ننتج الألديهايد وبعضيين أنا شنو عندي؟ عندي هايدروجين فيدخل إلى مفاعل آخر وظروف أخرى كونديشن 2 الكونديشن الأول أعرفناها عندي كوبالت عام المساعد 110 إلى 180 درجة الحرارة ضغط بين 150 إلى 300 نطعني الألديهايد الألديهايد بوجود الهايدروجين وأستخدم كتلست آخر وعادة نعرف من الكيمياء العضوية عملية الاختزال بما نصير إذا يريد أخلي الهايدروجين أو ممكن أخلي بلاتين ممكن أخلي نيكل ممكن أخلي بليديوم فرح تصير عملية اختزال لمجموعة الألديهايد إلى مجموعة CH2OH فرح يتحول إلى الكحولات المقابلة لو كانت هناك CHO رح يكون هناك CH2OH متفرع فيعتمد على مكان الألديهايد أو ممكن مباشرة مباشرة الألديهايد باستخدام CH2OH رأسا ندخل بالمفاعل يكون المرحلتين يتم بخطوة واحدة يتحضر الألديهايد ويختزل مباشرة إلى الكحول المقابل عادة تستخدم هذه الطريقة لإنتاج الكحولات التي تكون عدد ذرات الكاربون بين CH3 إلى CH20 لكن أهم الكحولات المنتجة بهذه الطريقة هي الديكانول والديكانول يستخدم في صناعة المنظفات أو محسنات محامل الزوجة للزيوت النفطية أيضا نشوف ينتج البيوترالديهايد هذا البيوترالديهايد ينتج البيوترالديهايد اللي ممكن أن نختزله إلى البيوترالديهايد الزوجة أو البيوترالديهايد هذول هم من أهم المركبات اللي تدخل في صناعة الوارنيش أصباغ الوارنيش الفارنيش بالإنجليزي فنشوف أهمية الهيدرالديهايد بإنتاج الألديهايدات ومن ثم تحويلها إلى الكحولات المقابلة هناك تفاعلات أخرى للغاز الصناعي تستغل بإنتاج العديد من منتجات البتروكي مياوية مثل عملية فشر تروبش بروسس هذه العملية يتفاعل بها الغاز الصناعي بوجود عوامل مساعدة مثل الحديد أو الكوبلت بدرجة حرارة تقريبا ميت يمي أو ضغط قريب من ضغط الجوي فيكون لمزيج من النواتج اللي تحتوي على الكانات والكينات وكحولات وحوامل عضوية وغيرها فمزيج ها الممكن أحصلها العملية مثل ما نشوف هتتلخص بهذا المخطط البسيط أنه أنا أخذت الغاز الصناعي شوف هذي رح يلخص لنا كل تفاعلاتنا السابقة أنه الغاز الطبيعي اللي أخذنا واخذنا من عنده الميثان مع الأشتوق وحصنا من نشنو الغاز الصناعي مع الأوكسجين فرح ينطيني السي أو والأشتو ريدخل بفشار تروبش بروسس فينطيني مجموعة من الليكويد هايدرو كاربون الهايدرو كاربونات السائلة وهذه بعملية الكراكينج الكراكينج يعني تكسير تحليل أكسر السلاسل الهايدرو كاربونية فممكن أحصل على الديزل على النفذة على البرافين على الكثير من المشتقات الكيميائية النهائية العملية الأخرى هي الحل الحراري لتكوين الألكينات وهذه أخذناها في كيمياء النفط واحدة من أهم العمليات اللي تجرب المصافي بالحقيقة أنه عادة يعتبر الإيثان والبروبان والنفذة من المواد الأولية اللي تستخدم في صناعة الألكينات بعملية نسميها عمليات الحل الحراري العملية شون تصير أنه نسخن المواد الأولية أو الأبخرة المخففة مالتها بواسطة بخار الماي ونمررها بأنابيب مسخنة إلى درجات حرارية عالية جدا بحدود 850 مئة أو تقريبا لكن الميزة مالتها بفترات زمنية قصيرة لا تتجاوز الثانية الواحدة بحيث بمجرد أنه تطلع من الأنابيب التسخين هاي الغازات تبرد وتحفظ لما نستخدم الإيثان كمادة أولية فمعظم الناتج رح يكون غاز الأثيلين وينطيني هيدروجين يعني عندي CH3 CH3 أسحب H من كل ذرة كاربون فرح ينطيني الأثيلين اللي هو بغاز بآصرة مزدوجة وزايدا غاز الهايدروجين يطلع له هيدروجين بنفس الوقت ممكن تتكون لكميات قليلة من الميثان ممكن تتكون نتيجة أنه الأثيلين نفسه يبدي يتكسر لأنه هو حل حراري باستخدام درجات حرارية عالية فقسم من الأثيلين اللي يتكسر ممكن أو من الإيثان نفس اللي موجود ينكسر إلى ميثان أو ممكن الأثيلين اللي ينتج ممكن يعاني من تفاعلات دايمران نسميها أو بلمر بحيث أثيلين زاد أثيلين ينطيني بيوتان أو بيوتيلين فممكن ينطيني هيدروكاربونات أعلى من الإيثان أو أعلى من الأثيلين عندما نستخدم البروبان أو البيوتان كمواد أولية لا هنا سنحصل نسب قليلة جدا من الأثيلين النسب العالي ستكون من المناظرة لها يعني البروبان تنطيني بروبين البيوتان تنطيني بيوتين وقد البروبين والبيوتين أيضا يصير لحملية بلمر فينطيني هيدروكاربونات أعلى أما النفثة أجمع نستخدمها كمواد أولية والنفثة مثل ما عرفنا أنه مركبات فهاي راح قد ما تتكسر وتعاني من عمليات الحل الحراري راح تنطيني مزيج معقد من النواتج مثل بروبين بيوتين كميات كبيرة من القازولين لذلك قلنا هاي العملية تستخدم في المصافي حتى ينتج للقازولين بشكل تمام والقازولين اللي ينتج بهذه الطريقة يكون بعدد أوكتاني عالي مرتفع لما نريد نجي نزم التفاعل فنشوف أنه هذه تفاعلات الحل الحراري للإيثان تضمن تفاعلات الجذور الحرة المتسلسلة شنو يعني جذور حرة متسلسلة يعني يتكون جذر حر يتفاعل ويرجع يتكون جذر حر جديد ويتفاعل يتكون جذر حر جديد ويتفاعل فيكون متسلسل عادة هاي العمليات المتسلسلة تحتوي على ثلاث أنواع من التفاعلات أو من المراحل مرحلة نسميها البدء ومرحلة نمو وتكاثر والمرحلة الأخيرة مرحلة انتهاء فلو نشوف أنه هنا المرحلة البدء شنو راح تبدي عندي الإيثان راح يبدي ينكسر لأنه حرارة عالية حل حراري فرح ينكسر من ينكسر شنو ينطيني ينطيني ثنيا مثل free radical جذرين مثل ينطيني عملية تكسر الإيثان الخطوة اللي بعدها شنو راح يصير جذر المثل راح يسحب هايدروجين من الإيثان هذا الإيثان HCH2 CH3 كتبنا بهالشكل حتى يكون أوضح فCH3 فعال وأي شيء فعال يحتاج أنه يدخل تفاعلات سريعة حتى يستقر فشون يستقر هذا يسحب هايدروجين من الإيثان ويتحول إلى الميثان لكنه بنفس الوقت شنو راح يسويلي راح ينطيني CH3 CH2 جذر حور فتحول كان عندي مثل free radical صار عندي هنانا أثل free radical الجذور الأثل قلنا لازم تستقر يعني أي جذر حور أي بلاس أي ماينس بالكيمياء العضوية يحبون يتخلصون من free radical المالة تحب تتخلص الجزئة من plus وال minus حتى تكون بشكل أكثر استقرار فالشيء يصير هنا تفقد ذرة هايدروجين من هذه CH3 ويطلع ال H على شكل free radical ويصير عندي آسرة مزدوجة فيتكون عندي غاز الأثلين نفس الوقت هنا شنو شنو قلنا قلنا التفاعل متسلسل هنا شنو التسلسل ما التفاعل انكسر الإيثان وانطاني جذرين مثل جذر المثل يتفاعل ويا الإيثان وانطاني جذر أثل جذر الأثل فقد هايدروجين على شكل free radical وانطاني أثلين الآن جذر الهايدروجين راح يهاجم الإيثان مرة ثانية ويسحب هايدروجين من عنده فهنا بدل ما CH3 من سحب الـ H صار عندي CH4 الـ H من يسحب H راح ينطيني غاز الهايدروجين بس راح يرجع ينطيني جذر الأثل وجذر الأثل شنو يسوي مثل نرجع إلى هاي العملية فنشوف العملية التسلسل لذلك نسميها تشين متسلسلة فمن صار عندي هذا جذر الأثل راح يفقد ذرة هايدروجين منها ويتكون الأثلين وتستمر العملية ليش لانو تكون عندي هايدروجين راح تبقى مستمر طالما أكو جذور حرة وأكو أثل إيثان موجود بالمفاعل فرح تستمر العملية وينتج الأثلين بشكل مستمر هاي التفاعل شنو نسمي سمي تفاعل النمو أو التكاثر في كل شوية جاي ينطيني شنو نمو تكاثر كل شوية يكثر الأثلين كل التفاعل يجيلي جزئة أثلين جديدة فنسميها مرحلة النمو أو مرحلة التكاثر مرحلة الانتهاء شلون توصل لازم يصير عندي عملية ازدواج للجذور الحرة طالما عندي جذور حرة راح يستمر التفاعل يمتى توقف التفاعل لما جذرين حرة مع بعض ترتبط فنسميها ازدواج للجذور الحرة فتتكون جزئة مستقرة وخلاص بعد يوقف التفاعل ما عندي جذر حرة فجذور الأثل ممكن جذر أثل يصادف لجذر أثل ثاني وينطيني بيوتان لذلك قلنا شنو قبل شوية قلنا عندما نستخدم الإيثان ينطيني أثلين وينطيني غاز هايدروجين وكميات قليلة من إيثان وهايدروكاربونات أعلى ما ينتجي الهايدروكاربونات الأعلى مثل ما جاي نشوفه هنا أنه عملية ازدواج لجذرين من الأثل منطيني بيوتان أو جذر الأثل مع جذر الهايدروجين يصادف أنه أثناء المحلول يلتقون سوى فينطيني الإيثان وأيضا يتوقف التفاعل يعتبر الأثلين من المشتقات البتروكيمياوية الوسطية كغاز الأثلين يعتبر مشتق البتروكيمياوي وسطي اللي ممكن نعتبرها مواد أولية أساسية للعديد من الصناعات البتروكيمياوية نائية إذا نتذكر أول محاضرة بالكورس قسمنا الصناعات البتروكيمياوية إلى نوعين النوع الأول قلنا هو منتجات أولية أو وسطية تستخدم لإنتاج النوع الآخر من الصناعات البتروكيمياوية اللي هي المركبات البتروكيمياوية ذات الاستخدام النهائي فمثلا البوليأثلين نسبك عادية جدا من عنده تقريبا 40% من كمية الأثلين منتجة بالعالم تستخدم لإنتاج البوليأثلين في البتروكيمياويات وهذا هو تركيب يعني عندي هذا الأثلين اللي كانت هنا آسرة مزدوجة من تنفتح لآسرة مزدوجة راح يصير عمليات تكرار مثل ما تعرفون بالبولي موروين وينقيني البوليأثلين أو ممكن أنه يدخل في الكثير من الصناعات الأخرى مثلا ممكن يدخل في صناعة الستايرين البوليستايرين هاي الأواني كلكم تعرفوها اللي هي عبارة عن البوليستايرين من ينتج الستايرين أصلا ينتج من الأثلين زائدا البنزين بفريدالكرافت بالكيمياء العضوية راح ينطيني الستايرين والستايرين اللي هو هنا أكو دبل بون ممكن تتبل مور فتنطيني البوليستايرين ذو الاستخدامات الصناعية المهمة ممكن غاز الأثلين ضيف لها HCL فينطيني CL يصير على وحدة من ذرات الكاربون فهنان ممكن ينتج عندي البوليبنالكلورايد اللي هو الPVC هاي الأنابيب مجاري أنابيب المياه المختلفة اللي تكون باللون الأسود الرصاصي غيره هذي كلها من البوليبنالكلورايد اللي عادة نسميه بالPVC لذلك يعتبر الأثلين يأتي بالدرجة الأولى من حيث ضخامة إنتاجه بالعالم لأنه راح يدخل الأثلين في الكثير من الصناعات المهمة البروبيلين راح يجي بالدرجة الثالثة بعد الأثلين وبعد البنزين يعني الأثلين بالدرجة الأولى من بعدها كأهمية وكأنتاج ضخم في العالم هو البنزين ومن ثم يجي البروبيلين ومعظم إنتاج البروبيلين ما يستغل بصناعات البيتروكيميوية يعني الكمية البولي بروبيلين كمية قليلة اللي تحضر ولكن الغالبية الكمية الانتاج من البروبيلين تروح إلى صناعة أو انتاج القازولين مع السيارات بالمصافي بواسطة عمليات الالكالي وغيرها اللي تفيدني بانتاج القازولين 15% فقط يمكن من انتاجه يروح يستهلك في انتاج البولي بروبيلين وممكن ايضا ينتج الاكريلون ايترال من عنده ممكن اوكسيد البروبيلين البروبيلي الايزوبروبيلي الكيومين كثير من الصناعات الاخرى ايضا اللي تعتمد على البروبيلين بالحقيقة بهذه تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم و نسمعكم اذا اكو اي اشتركوا في القناة